أحسن الله إليكم الأخ السائل أبو عبد الرحمن من القصيم يقول فضيلة الشيخ صالح حفظه الله يوجد بعض الشباب عندنا من من منى الله عليهم بالهداية والحرص على فعل الخيرات والطاعات من يلزم نفسه بطاعة لله عز وجل إذا حصل منه تفريط في واجب أو فعل لمحرم فهل مثل هذا جائز ويكون حكمه حكم النذر فيجب الوفاء به نرجو التكرم والإجابة هذا نذر لكن له حكم اليمين لأنه لم يقصد التقرب إلى الله بهذه الطاعات التي ألزم بها نفسه وإنما يريد منع نفسه من شيء غير مرغوب فهذا يعتبر بمثابة اليمين نذر بمثابة اليمين يكفر كفارة يمين يطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة عيام امنم موسيقى